لما يطلع من بؤك أنت يبقى غير أي حد تاني صالح كان له دور كويس السن الفات على فكرة معنا قدى بشكل كويس جدا صالح الكرة في ملعبه أو بتبقى في ملعبه على طول يعني الاختارات الفنية والمشاركة دي بتبقى حقق أصيل للجهاز الفني يمكن هو الفترة اللي فاتت بيقدي بشكل كويس جدا في التدريبات أنا مستني منه الكتير لأنه عنده الكتير عنده الكتير بشكل رهيب جدا سنه كمان صغير أنا بالنسبة لأنا كحتة نظامية وإدارية ما فيهاش مشكلة خالص فيش مشكلة من ناحية النظامية والإدارية لكن الاختارات الفنية واللعب بتبقى راجعة للمدير الفني الموسم لسه طول جدا يا كبتل الإسلام كتير جدا هتحتاج كل اللعيبة وأنا دايما بقول للعيبة يعني وقتك هيجي هيجي أنا معرفش يعني رامي ربيعة مثلا السنة الفاتت ما شاركش في معظم الأوات لكن في المباراة الختمية اللي كانت في آخر الدور اللي حصلنا بها على الدوري كان موجود أساس فما تعرفش مين اللي ممكن يكسبك ومين اللي ممكن يبقى بالنسبة لك أنا بكلم على صالح جمعة تحديدة لأنه كان في بعض الأوقات كان هناك كلام عليه بشكل شخصي خلافات يعني لا يعني خلافات أنا بتعامل معها بالنظام بالنظام واللوايح وفي الآخر بجيب وقول له يا صالح أنت زي يوسف وأمير خلاص عشان كده بقولك 42 عشان تنسوش وقول له أنت زي صالح زي يوسف وأمير تنتهي كل حاجة وكل حاجة بتنتهي يبني بحرشين عين دي طيب صالح تنسيتني السؤال صالح جمعة يعني خلال الفترة اللي جاية منتظر منه كتير أعتقد صالح؟ أه طبعا هو زي زي أي حد في الفرق زي زي أي حد في موجود في الفرق أنا بستني منه الكتير كإمكانيات وقدرات لكن هو لازم يشتغل على نفسه لازم يشتغل على نفسه طيب خلينا أرجع لورة شوية بطولة السؤال